في الشأن المحلي أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على مواصلة تطوير مسارات التعليم قبل الجامعية معتبرا أنها ترتبط بمرحلة مهمة وفارقة من التعلم لغرس المهارات لدى النشأة جاء هذا خلال اجتماعه بوزير التربية والتعليم رضا حجازي حيث أعلن حجازي تطبيق المناهج المتطورة للمرحلة الإعدادية اعتبارا من العام الدراسي 24-25 كما أضاف حجازي أنه قد تم الانتهاء من صياغة الإطار العام لهذا التطوير من خلال أساتذة مصريين متخصصين ومن ثم تم عقد نقاش مجتمعي